السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في الحصة الخامسة من تعلم تجويد صورة الشورى إذن نكمل فما أودكم نقرأ الآية نستخرج ما بها من أحكام نطبق تلك الأحكام وفي آخر الحصة نقرأ قراءة مرتلة لجميع الآيات التي استخرجنا الأحكام منها مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا كل حكم أذكره لكم لقد شرحته من قبل في درس لوحده ولكي تجدوا جميع الدروس مرتبة شاهدوا هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولكي تجدوا جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهروا لكم جميع الدروس مرتبة إذن لنبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يبالي الذال والذين وليس والذين والذين يحاجون هنا مد لازم كلمي مثقل يحاجون مد ستحركة في الله اللهم في لفظ جلالة يرقق لأنه سبق بكسرة أما الياء المدية فهي تحذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين نقول في ولا نقول في في الله في الله من بعد هنا إقلاب تقلب النون الساكنة ميم من بعد لأن لدينا حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو حكم الإقلاب هنا تقلب النون ميما مع غن بمقدار حركتين من بعد ما هنا لاحظوا معي لدي كلمة استجيبة تبدأ بهمزة وصل فيتسقط في درج الكلام يبقى الألف المد هنا وحرف الساكن إذن التقى ساكنان وأولهما حرف مد إذن يهذف حرف المد للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين وهذه هي القاعدة فهنا نقول ما استجيبة ولا نقول ما استجيبة إذن جيد من بعد ما استجيبة له هنا مد حركتين لمد الصلة الصغرى لأن الهاء جاء بين متحركين ما استجيبة له حجتهم داحضة هنا ميم ساكنة وبعدها حرف الدال إذن لدينا حكم من أحكام الميم الساكنة وهو الإظهار الشفاوي حجتهم داحضة عند هنا تنوين بعدها حرف العين يعني لدينا إظهار إذن تظهر تلك النون التي في التنوين لأن التنوين بعدها حرف العين وهو حرف من حروف الإظهار إذن حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإظهار هنا النون تخفى لأنها نون ساكنة بعدها حرف الدال يعني حكم آخر من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإخفى داحضة عند ربهم الرأو يفخم هنا ميم ساكينة بعد حرف يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام الميم الساكينة هنا كذلك حكم أحكام الميم الساكينة وهو الإظهار الشفاوي لأن الميم ساكينة بعد حرف الغين وعليهم غضب ما قلقلة الباء قلقلة وسطى ولهم عذاب شديد ولهم هنا ميم ساكينة بعد حرف العين يعني لدينا إظهار شفاوي وهو حكم من أحكام الميم الساكينة تبع لحرف الثال لأن الثال معجمة وليست مهملة ولهم عذاب شديد تنوين بعد حرف الشين إذن حرف الشين من حرف الإخفاء إذن نخفي ترك النور التي في التنوين مع ترقيق غنة الإخفاء وتهيئ الفم على مخرج حرف الشين هنا مد حركة 2 أو 4 أو 6 للمد العرضي للسكون وقال قلت حرف الدال قال قلت تنو وسطى ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله ألم هنا يفخم الله الذي تبع لذال مع مد ستحركة للمد الجائز المنفصل أنزل إخفاء النور مع ترقيق غنة الإخفاء لأن بعدها حرف الزاي مرقاق لأنني قلت أن الغنة تتبع في التفخير والترقيق للحرف الذي يأتي بعدها الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان هنا مد عرض للسكون يمد بحركة 2 أو 4 أو 6 حركة وما يدريك وما يدريك قلق لتحرف الدال قلق لتصغرى ترقيق حرف الرأي لأنه مكسور مد حركة 2 أو 4 أو 6 للمد العرض للسكون يوقف على حرف الكاف بشدة وهمس وما يدريك تسمعون أن نفس يخرج ك هكذا وما يدريك لعل الساعة قريب لعل الساعة قريب الرأي يرقق لأنه مكسور مد هنا حركة 2 أو 4 أو 6 للمد العرض للسكون قلقلة حرف الباء قلقلة وسطى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها الذين لاحظوا هنا الألف المدية حذفت للتخلص من الحرفين السكين قلنا بها ولم نقول بها يستعجل بها الذين تبه للذال لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق والذين تبه للذال آمنوا هنا لدينا مد البدل يمد بحركة 2 أو 4 أو 6 حركة عند ورش أنا أقرأه بتوسط البدل والذين آمنوا مشفقون منها هنا النون ساكنة بعد حرف اله يعني يجب إظهار النون لأنها نون ساكنة بعد حرف اله من حرف إظهار الذين حكم الإظهار وحكم أحكام النون الساكنة والتنوين والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق النون هنا بغنى أكمل ما تكون أنها نون مشددة والغنى بمقدار حركتين أنها الحق هنا الألف المدية حذفت للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين ونقف على حرف القاف بقلقلة كبرى لأنه مشدد وموقوف عليه ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا هنا مد ست حركات للمد الجائزي المنفصل والنون بغنى أكمل ما تكون لأنها نون مشددة ألا إن الذين بل الذال يمارون الرأي فخم يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد هنا لدينا إقلاب لأن التنوين بعده حرف الباء تلاحظون علمة الإقلاب وهو الكسرة مرسومة والكسرة الثانية قلبت ميمن إذن غنى بمقدار حركتين يعني تنطبق الشفتين لكن من غير كز يعني تبقى فجوة بين الشفتين إذن نقول لفي ضلال بعيد مع مدنا حركتين واربعة وستة مدلع للسكون وقلق لتحرف الدال قلق لوسطى الله لطيف بعباده الله تفخيم حرف اللام الله لطيف هنا تنوين بعده حرف الباء يعني لدينا كما تلاحظون إقلاب التنوين هنا رسمت الضم الأولى والثاني رسمت ميمن لأن لدينا علمة الإقلاب لاحظوا بعدها حرف الباء إذن تقلب تلك النون الساكنة التي في التنوين تقلب ميمن بغنى بمقدار حركتين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق الراء هنا يفخم هنا النون ساكن بعدها حرف الياء يعني لدينا إدغام ناقص بغنى وننتبه للغنى وننتبه لحرف الياء فخمسون في المئة للغنى وخمسون في المئة لحرف الياء يخرجان معا ينتهيان معا من يشاء لا تتغنون على الغنى لا نقول من يشاء ولا تتغلي على الغنى يعني لا نقول من يشاء بل خمسون في المئة للغنى وخمسون في المئة لحرف الياء يخرجان معا ينتهيان معا من يشاء مع مد هنا حركتين واربعة وست للمد العرضي للسكون وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز مد هنا حركتين واربعة وست للمد العرضي للسكون اكتفي بهذا القدر لك لأؤتي لعليكم وأوردت لكم هذه الآيات التي استخرجنا الأحكام منها مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا إذن استمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتا والذين يحاجون فيه حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستاجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم ألقاكم إن شاء الله في الحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر